كلمتان متقاربتان فرق بينهما في المعنى الاحترام والتقدير الاحترام هو لفظ في أصله يعود إلى الحرم فمن تحترمه تجعله في حرم آمن لا يصل إليه أي شيء ما استطعت إلى ذلك السبيل والتقدير أصله أنك تقدر ما تعطي للناس بحسب قربهم أو بعدهم منك أو إن شئنا قلنا إن الاحترام منصرف إلى أمر معنوي والتقدير منصرف إلى أمر مادي شيئا ما خلق كل شيء فقدره تقديرا يمكن أن نقول أيضا إن الاحترام منبعه نفسي عاطفي بمعنى أنه يأتي عفوا لكل من تحب أو يعجبك أو تقدر علمه أما التقدير فإنه واجب عليك للناس أجمعين يمكن أن نقول شيئا آخر إن منزلة الاحترام يتمتع بها من هو في مرحلة دون من يحترمه وإن منزلة التقدير يتمتع بها من هو في مرحلة فوق من يحترمه فالعامل يحترم من يديره والمدير يقدر من يديرهم أو إن شئت قلت إنني أحترم لجنة تحكيم فعليها تقدرني ترجمة نانسي قنقر